أنهى بطل الرماية الكويتي محمد الديحاني مشاركته في اليوم الأول من دور تصفيات الأولية في مسابقة سكيت ضمن دورة الألعاب الأولمبية وجعل الديحاني الذي بدأ مشواره في الدورة ضمن المنافسات التي أقيمت في مركز شاتورو للرماية في المركز العشرين بعد أن أصاب سبعين طبقا من أصل خمسة وسبعين فيما تصدر القائمة الأمريكي فنسيت هانكوك ترتيب الرماية بإجمال خمسة وسبعين من أصل خمسة وسبعين الطبقة ومن مقرر أن يستكمل الديحاني مشواره اليوم السبت في اليوم الثاني من تصفيات لمسابقة سكيت يخوض جولتين وذلك من أجل تحديد المتأهلين للنهائي